اشتركوا في القناة وما لقاه من تفاعل وصدا كبير من الجمهور وصل الى 892 مشاركا مشيدين بالجهود المبذولة حوله وتناول الاجتماع المحاضرات الالكترونية المقدمة الى السادة اعضاء مجلسي الشورى والنواب والتي تعد انطلاقة موفقة للمحاضرات عن بعد بالتعاون مع امانة مجلسي الشورى والنواب بما يسهم في تطوير الاداء وتعزيز العمل الوطني والديمقراطي في المملكة كما تم استعراض البرامج التي تم تنفيذها مؤخرا لعدد من الجهات والمؤسسات والاطلاع على مدى التقدم بها اضافة الى الاصدارات التوعوية التي قام المعهد بنشرها واستعرض المجلس عددا من البرامج والفعاليات التي يعتزم المعهد تنفيذها في ضوء الخطة المعدة للفترة القادمة ومن ضمنها اقامة ثمان محاضرات في شهر رمضان المبارك والتي تشمل مجموعة من الانشطة التدريبية والتوعوية التي تهدف الى تنمية الوعي السياسي والديمقراطي لدى مختلف فئات المجتمع وبما يسعى اليه المعهد لتحقيق اهدافه المتعلقة بتنمية الوعي السياسي بين المواطنين وفقا لاحكام الدستور وميثاق العمل الوطني وتقديم الدعم للعمل البرلماني والبلدي في المملكة والذي يمثل احد ثمار المشروع الاصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه واطلع المجلس كذلك على الجهود الحثيثة المتمثلة في التعاون البناء بين المعهد والجهات الوطنية في سبيل تعزيز الوعي الديمقراطي لدى الكوادر الوطنية والارتقاء بكفاءتها في ممارسة المهام والمسؤوليات على النحو الذي يدعم مسيرة العمل الديمقراطي ويدعم توجهات المملكة في مواصلة مسيرتها التنموية الوطنية الشاملة